أسرار الرماد كان الضابط أحمد المتوكل من قدماء الشرطة ارتقى الرتب الواحدة تلو الأخرى بجده وانضباطه من حارس أمن إلى مفتش للشرطة إلى ضابط ممتاز نحن الآن في العام 96-900-1000 في تلك السنة التحق الضابط الممتاز ابن طنجة بمفوضية الشرطة بالعرائش بعد أن قضى عشرة أعوام في الشرطة القضائية حيث راكم تجربة كبيرة في الحوادث المشبوهة والحرائق طلب الضابط الممتاز أحمد المتوكل نقله إلى العرائش بعد أن أوشك أن يحال على المعاش كان يريد الاقتراب من طنجة حيث شرع في بناء منزل يأويه بعد أن يحال على التقاعد في العرائش اندمج بسرعة ضمن أسرة الأمن الإقليمي واعتبارا لتجربته الطويلة وخبرته فقد أسندت إليه مهمة الإشراف على مصلحة الشرطة القضائية في الثاني عشر من أبريل من العام ستة وتسعين وجد نفسه يتعاطى مع ملف من صاميم ما يمكن أن يعتبر اختصاصه بامتياز صباح ذلك اليوم وبعد جهد كبير تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق مهول شب في حدود منتصف الليل في مخزن للخشب تعود ملكيته إلى التاجر المغربي اليهودي الديانة شمعون عليل المعروف أيضا بتجارته في بواد البناء نار في مخزن للخشب لكم أن تتصوروا المشهد كان المخزن بناء مستطيلا بطول مئة متر بين معرضه خمسون مترا كان يحتوي على كل أنواع الخشب وكان داخل البناء غرفة يأوي إليها الحارس حضر الضابط الممتاز أحمد المتوكل إلى المكان مرفوقا بعدد من مساعدية وجد نفسه أمام حالة تشبه حريقا كان قد شب بالدار البيضاء قبل سنوات لم يتمكن وقتها من التوصل إلى تحديد أسبابه لأنه سمح لصاحب المحل بتنظيف المكان اليوم نراه حريصا على أن لا يتكرر الخطأ ولذلك أصدر لمعاونيه أوامر صارمة لا يسمح لأي كان بدخول المكان كان شمعون عليل في جملة أول من وصلوا إلى المكان وقد منع من الدخول قام الضابط المتوكل بجولة داخل ذلك الفضاء المتفحم لم يبق أي شيء توقف عند مكتب الحسابات بدى له أن المكان كان الأكثر تضررا من الحرائق وقد لاحظ أن الخزانات التي كانت تأوي دفاتر الحسابات كانت تشكل كوما كانت الواحدة فوق الأخرى استفز المشهد فضول الضابط الذي انحنى وبدأ يرفع ما تبقى من ألواح تلك الخزانات اكتشف أنها وقعت على مدفأة كهربائية فحص المدفأة تبين له أنها في وضع التشغيل كما أنها كانت موصولة بالكهرباء استدعى خبيرا لفحص المدفأة ما تبقى منها فلم يكتشف بها ما يثير الشبهة شدد الأوامر بعدم السماح لأي كان بالاقتراب من المكان انتقل الباحثون إلى غرفة الحارس وكان السيد شمعون عليل قد أخبر بأن الحارس سافر إلى طانجة غير أن المحققين فجئوا بأن غرفة الحارس كانت مقفلة من الداخل وأن النار أتت على ما بداخلها أمر الضابط باقتحام الغرفة لم يكن الأمر عسيرا فالباب الخشبي المتفحم صار هشا تهاوى تحت الضربة الأولى ظهر على أرض الغرفة رجل مصاب بحروق في أماكن عدة من جسمه كان جثة هامدة عاد الضابط إلى شمعون عليل طلب منه أن يعين الجثة لما رآها قال إنه يظن أنه الحارس في الآن نفسه بدى مستغربا الأمر فالرجل يفترض أن يكون في طانجة التقطت صور للجثة والغرفة وعلى الفور أجرت ضابط الممتاز اتصالا بمفوضية الشرطة مبلغا عن الجثة التي تم اكتشافها لم يعد الأمر محدودا الآن في حريق التهم مخزنا للخشب صار الأمر يتعلق بموت رجل ولذلك يتعين التعجيل بإبلاغ وكيل الملك والوكيل العام بدى شمعون عليل متأثرا بكى بكاء شديدا لموت حارس المخزن كان يعمل عنده منذ عدة سنوات انهار شمعون لم يعد يقوى على الوقوف أصيب بدوار وطلب أن ينقل إلى عيادة طبيبته تمت الاستجابة للسيد شمعون عليل في الآن نفسه طلب الضابط الممتاز المتوكل من أحد أعوانه أن يرافق السيد شمعون إلى العيادة كان على المفتش أن يرصد كل ما قد يصدر عن السيد شمعون وما قد يفيد التحقيق في الظاهر كان يرافقه لمساعدته حضر رئيس المفوضية إلى المكان فور توصله بخبر اكتشاف الجثة وبعد لحظات التحق به نائب وكيل الملك الذي أمر بنقل جثة الرجل إلى مستودع الأموات عاد الضابط مرفوقا بعميد الأمن هذه المرة إلى مكتب الحسابات في المخزن المحترق لم يمكن التدقيق من اكتشاف جديد يذكر إلا ما كان من بقعة لماعة وسط أرضية المكتب انصرف المحققون ولكن المكان ظل تحت حراسة مشددة اجتمع عميد الأمن بالعرائش إلى الضابط الممتاز أحمد المتوكل والمفاتيشين أمر بأن يخضع شمعون عليل لاستجواب أولي وأن يتم ذلك فورا كان القصد رصد ثغرة لتعمق التحقيق حول الحريق وكشف ما إذا كان ذا طبع إجرامي تم اعتبار شمعون عليل ظنينا ولذلك أوكل إلى أحد المفاتيشين المحنكين مراقبته من بعيد مكنت المعاينة التي أجراها خبير في الكهرباء من تعزيز فرضية الحريق المتعمد ذلك أن كومة من الأوراق كانت تحيط المدفأة الكهربائية التي ذابت كل أسلاكها والتي كانت في وضع التشغيل في الآن نفسه أثبت الفحص الذي أجري لبصمات الجثة أن الأمر يتعلق فعلا بحارس مخزن الخشب أثناء التحقيق معه قال شمعون عليل إنه أغلق المحل في الرابعة عصرا ولم يتنبه إلى توقيف المدفأة الكهربائية كان يقدر الخسائر التي تسبب فيها الحريق بما يزيد عن مئة مليون سنتين قال إن المخزن مؤمن ضد الحريق علم المحققون من المؤسسة البنكية حيث يتوفر شمعون على حساب أن للرجل حسابين أحدهما لا يستعمل إلا ضمن نطاق محدود جدا بيد أن له حسابا في الفرع الإقليمي لتلك المؤسسة عليه دين يفوق سبعين مليون سنتين اتضح أن السيد شمعون كان عاجزا عن تسديد الدين بيد أن تجارته بدأت تعرف بوادر كساد السبب في ذلك عازر ابنه عازر الذي كان ينفق مبالغ مالية هامة في الصهرات التي يحضرها أو يقيمها في طانجة أو في إسبانيا التي يتوجه إليها عدة مرات كل شهر طلب من شمعون عليل الذي كان تحت المراقبة أن يحضر في الغد إلى المفوضية الشرطة للتوقيع على محضر أقواله حضر شمعون في الموعد ووقع المحضر في تلك الأثناء وردت على الضابط معلومة من أحد أقرباء الحارس تؤكد أن الهالك كان ينوي السفر إلى طانجة يوم الخميس ولكنه أرجأ السفر ارتأى المحقق أن يسائل شمعون عليل حول تجارته والديون المترتبة عليهم قال إن كل الأوراق المتعلقة بالديون التهمتها النيران ومعها دفتر الحسابات وشيكات تفوق قيمتها مئة مليون سنتيم صرح شمعون بأن تأميناً بقيمة ثلاثمائة مليون سنتيم يغطي المخزن المحترق صباح الأحد في حدود الساعة العاشرة أوقف شمعون سيارته أمام الفيلا حيث يقطن ما أن نزل منها حتى خرج ولده عازر مسرعاً كانت بيده حقيبة صغيرة حاول شمعون أن ينزعها منه وهو يقول لقد وردتني في قضية خطيرة ولكن الشاب كان أقوى ظل ممسكاً بالحقيبة امتت السيارة ثم انطلق مسرعاً غير بعيد كان المفتش المكلف بمراقبة شمعون يسمع ويراه اتصل بالعميد وأبلغه بما رأى وما سمع صدر الأمر باقتفاء سيارة شمعون التي يمتطيها الآن ولده عازر بعد ساعة تبين أنه أخذ وجهة مطار طانجة ركن السيارة في الموقف ثم دلف إلى المطار قصد شباك التذاكر وطلب تذكرة على متن أول طائرة تغادر المغرب كان الضابط الممتاز أحمد المتوكل قد تلقى الأمر بالتوجه رفقة معاونيه إلى مطار طانجة لمعرفة سبب هذا السفر المستعجل لعازر ابن شمعون عليل سريعاً تم التنسيق مع شرطة الحدود بالمطار حصل الشاب على تذكرة على متن طائرة كانت ستقلع إلى ملقى بإسبانيا انتظر الضابط المتوكل لحظة تسجيل المسافرين تم التنسيق مع مصلحة الجمارك لتفتيش الحقيبة التي يحمل معه عازر لما حان الموعد اجتاز عازر نقطة شرطة الحدود ولما وصل إلى نقطة الجمارك طلب منه فتح الحقيبة التي بيده كانت تحتوي على شيكات وعلى بوليسة التأمين الخاصة بمخزن الخشب وشيكات لفائدة والده تبين أن قيمتها الإجمالية تفوق المئة مليون سنتين لما سئل ادعى أنه أخذ حقيبة والده خطأا وأنه أسرع إلى المطار لأنه كان على موعد مع شركاء له في ملقى لم تكن إجابته مقنعة تم توقيفه وبعد تفتيش السيارة تم العثور على ملفات أخرى وضعت رهن الحجز اقتيد عازر إلى العرائش لما تم تفتيشه عثر في ملابسه على إقرار بدين لفائدة مواطن مغربي يقيم في ملقى وهو بقيمة عشرين مليون سنتين في جملة ما تم العثور عليه علبة شمع كانت تحتوي على خمس شمعات ولكنها لم تعد تضم سوى أربع أراد المحققون معرفة السر ورأى وجود الشيكات بحوزة عازر والقصد من محاولة السفر بها إلى إسبانيا تم استدعاء شمعون الذي كان قد صرح للمحققين بأن تلك الشيكات وأيضا بوليسة التأمين احترقت في المخزن ما أن وصل إلى المفوضية حتى وضعت الشيكات والملفات الأخرى وبوليسة التأمين على الطاولة رأى عازر أن والده في موقف حرج ولذلك فضل الاعتراف اعترف عازر بأنه هو من أدرم النار في مخزن الخشب قال إن ديونا كثيرة ترتبت على الشركة التي يملكها والده ولذلك فإنه أدرم النار في المخزن على أمل الحصول على تعويض من شركة التأمين قال إنه لم يكن يعتقد بأن الحارس سيذهب ضحية الحريق كان يعتقد أنه سافر إلى طنجة أثبتت التحليلات المخبرية أن عازر استعمل شمعة في إدرام النار وأن تلك المادة اللماعة في أرضية مكتب الحسابات لم تكن سوى مادة تلك الشمعة كانت الشمعة التي تنقص من العلبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر